تحرك أمريكي لمواجهة التهديدات الإيرانية هذا الخبر تصدر وسائل الإعلام العالمية حتى قيل إن حربا ضروسا ستشهدها المنطقة أسابع مرت ولم تسفر التهديدات الأمريكية إلا عن تعنط إيراني أكبر بل يمضي نظام طهران في مشروعه النووي يخصب اليورانيوم ويزيد نسبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلق تحذيرا من هذا التطور وترى أنه سيعقد الأزمة مع واشنطن ويقضي على آمال الوصول إلى الاتفاق رد واشنطن على زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران لم يكن على مستوى التهديدات السابقة فبدلا من التلويح بالحرب تستخدم لغة هادئة فيها روح التفاوض المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغوس تقول إن الحل الوحيد مع إيران هو اتفاق جديد يشمل وقف كل التهديدات التي تشكلها معتبرة أن الشروط الاثني عشر التي أعلنها الوزير مايك بومبيو تشكل أساسا لهذا الاتفاق ومن بين المطالب الأمريكية الاثني عشر التي أعلنها بومبيو كشف إيران لكل تفاصيل برنامجها النووي والسماح بالتفتيش المستمر والعمل على الحد من انتشار الصواريخ الباليستية وتلك التي قد تحمل رؤوسا نووية وأن توقف طهران دعمها للمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط بناء على هذه الشروط يرى مراقبون اللاجديد أقدمت عليه إدارة ترامب ضد طهران يختلف عن المعهود في إدارة أوباما شروط تتفق في أصولها مع الاتفاق النووي الموقعي بين إيران وأمريكا والدول الغربية عام 2015 لم تترك إيران خطا أحمر وضعت واشنطن إلا اجتازته دون أن تطلق عليها رصاصة واحدة في حين دمرت أمريكا دولا كثيرة بذرائع أقل مما تظهره تجاه طهران فأي حرب بين البلدين تتجاوز مسرح الملاسنة في العلن والتخادم خلف الكواليس اشتركوا في القناة